السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر علاقات تكون احوالكم زيانة تكونوا بصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم روتين للعناية بالرجلين روتين وش من روتين واحد روتين اللي اكتر من رائع فاول شي كنا نرحب بكم في القناة ورحب بالناس جداد لا تنسوش انكم تشترك وتفعلوا الجرس هكا باش تتوصلوا بكل وصفة جديدة تنزلها على القناة واليوما كيف ما قلت لكم روتين خاص بالعناية بالرجلين مهما كانوا رجليك مشغين مهما كانوا رجليك حالتهم مهما كانوا رجليك يعني شحال ما اعتنيتي بهم غنعطيهم اليوما ان شاء الله فالفيديو غتشوفوا معي واحد العناية بالرجلين عناية خاصة كتعطي واحد ترطيف فعال ما كيبقوش رجلين حرشين يعني تيرطابوا و تيتطقوا كي يبحل رجلات دي اللي بيبي الصغار المهم تابعوا معي الفيديو وواحد النتيجة غتشوفوا عليها رائعة رائعة بزاف والوصفة ان شاء الله ما غتقوش تتغنو عليها وبقوا معي حتى الاخر ديال الفيديو باش هكا تشوفوا معي جميع الطرق و جميع المراحل ان شاء الله اول حاجة كتتاخدوا واحد الباسيناء او واحد البانيو او واحد الايناء كتتوضعوا فيه الملحة أنا استعملت هنا خمسة المعالق كبار ديال الملحة خمسة المعالق عامرين الملحة ديال الطبخ عادية اللي استعملت غدا نضيف هنا يا نصف ديال حامضة عصرتها وغنقطع داك النصف على جوج وغدا حتى هو نرميه في الماء غدا نزيده خل التفاح تقريبا واحد المعالقة كبيرة وغدا نزيده جيل دوش حتى هو هنضيره منه واحد الكمية قليلة يعني واحد المعالقة صغيرة او او جمعالق صغر ديال جيل دوش فهاد المرحلة الاولى اللي رحنا نقوم بها هي يعني اشنا هي الفائدة ديالها بالنسبة الرجلين ديالنا الفائدة ديالها هو اننا رجلينا غادي نوضعوهم في هاد الماء ولكن مشي يعني غليان بزاف وذا بالماء انا اخويته غليان ولكن ما توضعوش في رجليكم يحرقكم حتى يعني تقدرو انكم تستحملوا انكم توضعو في رجليكم عاد توضعوهم باش ما تتحرقوش وغادي نتخليوهم المدة ديال عشرين دقيقة يعني عشرين دقيقة ماشي اقل باش هكا تحصلوا على واحد نتيجة مزيانة فمن بعد ما غا تخليو جليكم عشرين دقيقة غادي نتلاحظوا بان رجليكم رطابوا يعني شنو الدور ديال هاد المرحلة الاولى هو ان رجلينا كيرطابوا يعني ذاك ذاك الخلايا الميتة اللي كتكون عن رجلين ديالنا ذاك القشور ذاك اللي مشب كله كيرطاب يعني ذاك الطبقة الفقانية الميتة ديال الجلد كاملة غا ترتاب وبالتالي من اللي غا نحكوا رجلينا ذاك الطابقة كاملة ديال الجيل الميتة كلها غا تحيد فالرجلين ديالنا غا يولي ورطبين يعني عن جهزوهم احنا للمرحلة التانية ان شاء الله بهاد من هاد المرحلين للمرحلة التانية فانشو ما كيف ما قلت لكم غا توضعوا رجليكم هنا يعني في هاد المهادة اللي غا نتحضروه اتخليوا عشرين دقيقة غا تحصوا بواحد الراحة يعني وتديروا واحد المساج رجليكم وتخليوهم ما غا تحكوهم شفا ديك عشرين دقيقة حتى تفوت عشرين دقيقة وانا غا نضز لكم المرحلة التانية باش تشوفوا معي جميع المراحل ان شاء الله وهالطريقة ان شاء الله غا دين تحصلوا بها على واحد رجيلات اللي من عودش لكم النتيجة رائعة بزف زف زف دابا بالنسبة للمرحلة التانية غا دين تاخدوا الاسبرو او الاسبيرين الكينا ديال الاسبيرين سوا هاد الزرقة اللي غا تشوفوا معي او الاخرى اللي كتباع في الفرماسيان يعني ماشي مشكل يعني جعل الانواع اخذ دامين مهم اسبرين وصافي غا تاخدوها غا تدقوها تاخدو ثلاثة يعني نجريكم جوج ثلاثة غا تديرو ثلاثة محدات كبار لكنو كبار كانو صغار غا تديرو واحد واحد ستان غادي نزيدو نص ديال حامضة وغادي نزيدو اما العكار الفاسي اما هاد البيتا دين يعني الدول حمر يعني واحد فهد الزوج عندكم هاد البيتا دين غا تديروه ما عندكمش غادي نتعوضوه بالعكار الفاسي عندي هنا واحد البلاستيكة غا نحتاج وجوج بلاستيكة طبعا يعني كل رجل غا نحتاجولها بلاستيكة والبلاستيكة ضروري يكونوا كبار على حسب الرجل ديالكم ده بغا ندوزول لطريقة تحضير الوصفة غا ناخدو كيف ما قلت لكم ثلاثة ديال الاسبيرين ندقوهم مزيان غا نعصروا عليهم نص حامضة ممكن تديرو حتى حامضة يعني لحسب الكمية ديال الخالط نص حامضة تقريبا يقدر شيء يعني شيء وحده كيف يرجلها صغيره كيف يرجلها كبيره فانتو ما ديرو حامضة هكا باش الخالط يقدكم غا نديرو حامضة غا نضيفوها على العصر دياله على ثلاثة دياله سبيرين كبار إلا كانوا حبات صغيرين غا نديرو ستة غا نترشو إما بيطادين أو طول الحمر أو غا نستعملو العكر الفاسي فعا نديرو واحد من هات الجوج انا عندي هذا غا نستعملو ما غا نستعملو العكر الفاسي اوكي البنات مهم دبا غا دين تشوفو معايا هنتو ما الكينة رضغية هي متقوقة رضغية كالدوب مع دك الحامض وهد الخلطة هدي اللي غا نطبقوها على رجلينة غا سوفها عالة يا البنات يعني في تبيض الرجلين وفي ترطيب الرجلين وفي تقشير الرجلين يعني كترطب لنا دك حيئنا رجلينة لها المرحلة الثانية ولكن هاد المرحلة الثانية حتى هاد الخلطة هادي اللي غا نديروها الرجلينة حتى هي غدا ترطب لنا رجلينة أكتر يعني غا رطابوا وغا يبياضوا وذوك الخلايا الميتاء غا يزيدوا رطابوا أكتر من اللي غا نحكوهم لك شي كله غا يتحيد يعني رجليكم غا يتقشروا واحد تقشير اللي فعال يعني الوصفة ناجحة وزوينة بزاف وبغا نشاركة معكم البنات حتى انتم ما تستفدوا منها فغا تاخدوا واحد البلاستيكة كبيرة على قد الرجل ديالكم غا ما تكونش متقوبة يعني تكون تعرفوها يعني ما متقوبش باش ما يسيلش ليكم هادك الخالات هتخويه في حال هاك نص غا تخويه في البلاستيكة ونص لاخر في البلاستيكة على حسب يعني جوجي الرجلين سافي وغا تضعوا الرجل ديالكم في البلاستيكة وغا تطلعوها الفوق وغا دين تحزموها وغا تخليوها لمدة ساعة البنات ساعة ديال المقانة وغا دين تشوفو من بعدها غا دين ترحموني على هاد الوصفة اي وحدة جربتها غا ترجع عندي غا تشكرني عليها لان النتيجة ديالها رائعة يا البنات رائعة 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 بزاف وخنعي ما نشكرا ليكم خاصكم تجربوها وخاص اي وحدة تجربها لان ضروري اعتانيو برجيلاتنا ضروري انتهلوا في راسنا ما تهملوش راسكم يعني الوصفة ساهلة ما كتستاخد منكم يعني عشرين دقيقة اللي غا تديروك المرحلة الاولى المرحلة الثانية راغير غا تديرو فيها رجلكم وغا تنوضو وتلبسو بعد ما تخشيو رجلكم في البلاستيكا وتحزموها غا تديرو تقيشرات وتنوضو تشقاو وتحركو تنوضو توجدو العشا تنوضو تديرو اي حاجة يعني ما غادش تبرزتكم انتوما غا تديرو تقيشرات وعادي غا تنوضو يعني تمشو بها عادي بالعكس هي لا تحركتو بها غا تزيد تعطي الفعالية يعني اكتر الوصفة لان انتوما كتتحركو ذيك الوصفة كتخدم المهم اه صافي يعني كيف مشتو معايا كيف ما قلت لكم صافي كتخلوها المدة ديال ساعة لما كانت ممكن تخلي واحدة اكتر ما اللي غا تخلوها صافي غادي تحيدو ذيك البلاستيكا وغا تشلو ارجليكم تشلو رجلاتكم وغا تاخدو نفس الباسينة تديرو في ارجليكم والماء وتاخدو الحجرة ترغوي ورجلكم زيان بالصابون ديال الحجرة هادك الصابون طبيعي شرحة اتخذو الحجرة وغا تحقو رجلاتكم وغا تحقو رجلاتكم اتطيبوهم لي غا تحقوهم غا تحقوهم غا تحقو القدام تحكوه كلهم يعني تدوزوا عليهم مزيان تحكوهم 11 دقايق حتى تحسوا بان رجليكم مبقوش فيهم ذوك القشور والخلايا الميتة كلهم ذيك الحجرة هتولي بيضة ومن طبيعة الحال ما تنسوش حتى الضفيرات حتى هم تحكوهم بالشيثة ديالهم يعني رجليكم تحكوهم مزيان وان شاء الله هتحصلوا لواحة النتيجة اللي يعني ما كنتوش متوقعينها من خلال هذا الروتين هذا البنات ومن بعد يعني ما تقوموا بهذا المرحلة الثانية فالبنات بالنسبة البيطادين او عكر الفاسي فهو كيعطينا واحد اللون غوز لرجلاتنا بالنسبة البيطادين وخيباليكم سبغ في رجليكم يعني رامل اللي غتحكوهم ما غيبقاش ذاك اللون غدين يولوه الرجلات غوزيا لانا هتحكوهم بالصابون غتبقى المرحلة يعني ديال الحكان هتحكوهم واحد عشر دقائق تحكوهم بالصابون وبالحجرة يعني من التحت ومن الفوق غتحكوهم بالكيس غترغوي الصابون في الكيس ديال ديال الحمام وتحكو رجلاتكم من الفوق مزيان ومن التحت بالحجرة وغتشوفوا لك الساعة واحد نتيجة اللي رائعة 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 ونتيجة مذهلة صدقوني لكتليكم هاد الروتين هادا من اروع يعني الروتينات اللي كنعرف انا بخصوص العناية بالرجلين لانه كيعطينا واحد نتيجة رائعة بالنسبة البرحلة ديال الترطيب من بعد ما كنغسلو رجلينا كن نحكوهم نغسلوهم مزيان وننشفوهم بالفوطة وغندوزو لمرحلة ديال الترطيب اللي غنناخدو فيها الكريم ديال الجليسيرين او اتريكس او نيفيا او الفازلين اي مرطب عندكم البنات كتستعملوه غتستعملو رجلاتكم تستعملوه وتلبسو الطقشرة ديالكم وفي الصحة والراحة يعني هيكون واحد روتين اللي زوين رجلاتكم يتنقوا وبيعدو يرتعبو وغتحسبوا بوحد الراحة وان شاء الله هاد الروتين ما غتبقوش تستغنوا عليه غاديكون روتين اللي غت هيكون عندكم ضروري ومهم عندكم في يعني مهم عندكم بالنسبة للعناية يعني براسكم عتاخدوه كروتين يعني ضروري في كل اسبوع او كل عشرة ايام تقوموا هاد الروتين هذا اللي هو روتين رائع جداً ودعموني الفيديو هاد ديالي وكنشكركم بزف 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 ما تنسوش كذلك الدخل اللي عندي للمنتظر دائماً كنحط لكم اقتراحات على الوصفات اللي سبغيوني نشاركها معاكم فمعليكم الا تفطيوا لي على الاقتراح اللي بغيتو او الى ما لقيتوش الوصفة اللي بغيتو فكتبوها لي في تعليق اسفل الفيديو ان شاء الله نشارك معاكم جميع الوصفات وبالنسبة للبنات اللي طلبوا مني وصفات يعني طلبوها مني فمانسيتكمش ان شاء الله غادي نقدم لكم جميع الوصفات اللي بغيتو وكنشكركم بزف 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 بهذا نكون وصلت نهاية الفيديو بوليكم صلى الله وفرصكم امتلاقوا ان شاء الله مع وصفة جديدة وفا اماني الله